أكيد ألف مبروك لكل الفائزين بجائزة الشارجة للتميز ونحن بنروح لظاهرة واللي هي ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية هناك تزايد في نسبة الطلاق بنتناقش ويا بعض أكثر عن موضوع الطلاق في المجتمعات مع المستشار القانوني عمر العرساني هلو مرحب فيه؟ نحن نسهل 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 مرون إن شاء الله تكونوا بخير يسعد مساعد بخير خبرنا عن سبب تزايد الطلاق في المجتمعات العربية برأيك بالبداية أتشكركم على اللقاء لمناقشة موضوع مهم جدا وهو أسباب الطلاق وظاهرة ازدياد حالات الطلاق ودور المشرع في هذه الظاهرة بالبداية أسباب الطلاق عديدة يعني منها السبب سوء اختيار الشريك من البداية فهالشي رح ينعكس سلبا على حياة الأسرة واستقرار الأسرة في المستقبل في أسباب ثانية في من الممكن أن يكون عدم الكفاءة بين الزوجين من أحد أسباب الطلاق من الممكن أن تكون تقصد فكرياً اجتماعياً بكل النواحي ثقافياً علمياً فهالشي بالنتيجة رح يؤدي إلى عدم التفاهم بين الزوجين والنتيجة الحتمية رح تكون هي الطلاق أو مشاكل مستمرة بين الزوجين في أسباب أخرى ممكن تكون هي أسباب مالية تتعلق بالزوج مثلاً في أسباب تتعلق في أسباب مالية أيضاً أسباب عفواً تفضل أسباب مالية وأسباب اجتماعية قد أدت إلى زياد حالات الطلاق نعم خبرنا عن دور المشرع في الحد من حالات الطلاق دور المشرع في الحد من حالات الطلاق يعني بالبداية أولاً أنا برأي أن زياد حالات الطلاق كان نتيجة عدة أسباب فهي أسباب اجتماعية وأسباب دينية هي الرادع الديني وأسباب اجتماعية وأسباب قانونية فمن الممكن الأسباب الاجتماعية فأنا برأي أن دخول كسبب من الممكن أن أدى إلى زيادة حالات طلاق دخول المرأة في مجال العمل بغض النظر على أنه إيجابي أو لا فإله نتائج سلبية بعض الأحيان على استقرار الأسرة لأن المرأة من الممكن أن تقضي معظم وقتها خارج المنزل فهذا الشيء أثر على التزاماتها المنزلية والعائلية والزوجية وبالتالي من الممكن نشوء خلافات زوجية أسباب قانونية المشرع في تبسيط إجراءات التقاضي من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إزدياد حالات الطلاق نعم خبرنا عن موضوع إتماد مجلس الوزراء في مشروع مرسومية تعلق بتعديل بعض المواد القانونية في الأحوال الشخصية صحيح معظم حالات الطلاق تكون بالاستناد إلى سبب إلا هو التفريق للضرر والشقاق فقانون الأحوال الشخصية الإماراتي نصها بالمادى 117 أو أعطى الحق بالمادى 117 لكل من الزوجين الزوج أو الزوجة إذا ادعى إضرار الآخر به بما لا يستطيع معه دوام العشرة أعطاه الحق بطلب التفريق فالقاضي إذا ثبت له الضرر طلق بين الزوجين أما إذا لم يثبت الضرر فسمى حكمين فالحكمين يكون من الأقارب بداية فإن تعذر فيسمي حكمين من الأباعد مهمة الحكمين في هذه المرحلة هي الإصلاح البعث في أسباب الشقاق والإصلاح بين الزوجين فإذا عجز الحكمين عن الإصلاح فإذا كانت الإساءة نسبة الإساءة كلها من الزوج حكم أو قرر المحكمين التفريق بين الزوجين بدون المساس بأي حق من حقوق الزوجة المقررة شرعا وقانونا أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة قرر الحكمين التفريق بين الزوجين لقاء بدل تدفعه الزوجة أما إذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فقرر الحكمين التفريق بين الزوجين بدون بدل أو على بدل يتناسبوا الإساءة أما إذا كانت الإساءة مجهولة يعني ما نعرف من المسبب للإساءة فإذا كان طالب التفريق هو الزوج اقترح الحكمين رفض الدعوة أما إذا كان طالب التفريق هي الزوجة فيفرق بين الزوجين بدون بدل بالنتيجة نحن لاحظنا أنه كافة الحالات النتيجة الحتمية هي الطلاق تدخل المشرك في الآون الأخيرة في مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فتناول المادة 118 فأعطى مجال للقاضي برفض الدعوة فإذا لم يثبت الضرر رفضت الدعوة في المرة الأولى في المرة الثانية إذا استمر الشقاق بين الزوجين وعجزت لجنة التوجيه الأسري عن حل أو توصل لتسوية النزاع أو الخلاف بين الزوجين وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين سمى حكمين من الأقارب أو الأباعد فهون النقطة الأولى من المرسوم أن القانون أعطى الحق للقاضي برفض الدعوة في حال عدم ثبوت الضرر فأعطى فرصة أيضا للزوجين لمراجعة أنفسهم فإذا استمر الشقاق عين حكمين من الأقارب فإن تعذر ذلك حكمين من الأباعد فالمشارع أيضا تدخل في مجال صلاحيات المحاكمين فنص إذا كانت الإساءة معظمها أو كلها من الزوج حكم أو قرر المحاكمين التفريق بين الزوجين بدون بدل أو بدون مساس بأي حق من حقوق الزوجة أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فقرر الحكمين التفريق على بدل تدفعه الزوجة إلا إذا تمسك الزوج بزوجته فهذه النقطة مستحدثة فإذا تمسك الزوج كانت الإساءة كلها من الزوجة وتمسك الزوج بزوجته فترفض الدعوة هذا دليل أنه في بعدها مشاعر بين الزوج والزوجة تماما إذا تمسك الزوج بالزوج توفا انتهى الموضوع إذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين أو إذا كانت الإساءة لم يعرف المسيء وكان طالب التفريق هو الزوج رفضت الدعوة أو اقترح الحكمين رفض الدعوة أما إذا كانت طالبة التفريق هي الزوجة فهنا للحكمين الخيار إما التفريق على بدل بدون بدل أو ينظرون إلى مصلحة الأسرة ومصلحة الأولاد فإذا تطلبت مصلحة الأسرة والأولاد رفض الدعوة اقترح الحكمين رفض الدعوة ففي صلاحيات منحة للحكمين أتاحت لهم رفض الدعوة يعني ليس منطلق الحالات الزوجة إذا طلبت التفريق سيكون بالنتجة الحتمية هو الطلاق إنسان إذا تم اعتماد خلينا نقول هذا التعديد فهل لها أثر تحس بأن أتحد من حالات الطلاق المتزايدة اليوم؟ طبعاً سيكون له أثر لأنه مثل ما قلت النتيجة الحتمية ما ستكون طلاق كذلك عندما المشرع أعطى للقاضي الحق برفض الدعوة في حال عدم ثبوت الضرر فهو أعطى فرصة جديدة للزوجين ومراجعة أنفسهم أيضاً عندما أعطى الحق للحكمين باقتراح رفض الدعوة في حال عدم معرفة المسيفة شيء شيء طبيعي رح يحد نوعاً ما من حالات الطلاق نعم خبرنا عن كيفية الحد من حالات الطلاق المتزايدة يعني أنا برأيي الطرق اللي ممكن تحد من حالات الطلاق المتزايدة هي التوعية الإعلامية والتوعية الدينية والتوعية الاجتماعية بمظار أو بالنتائج السلبية للطلاق كذلك من الممكن المشرع يلعب دور في التدخل بتعقيد إجراءات التقاضي نوعاً ما كذلك المحامي أيضاً أو المستشار قانون ممكن يلعب دور بهذه النقطة بإتاحة المجال للزوجين لمراجعة أنفسهم أكثر من مرة يعني أنا بمجرد ما أجيتني الدعوة مباشرة عن أن أقيد الدعوة لا أتأنى بالموضوع أجتمع مع الموكل مرة ومرتين وثلاث وأتناقش معه عن أسباب الشغاق لعله وعسى نوصل إلى تسوية الشغاق بين الزوجين فإذا ما توصلت لنتيجة أقيد الدعوة فهي شيء بشكل أو بآخر رح يحدن حالات الطلاق العديد من حالات الطلاق خلينا نقول في قسم الأحوال الشخصية عقب ما يصير أو يستوي الطلاق تجد المرأة أو الرجل بحالة ندم شديدة أبا منك نصيحة لكل المشاهدين الحين يعني أنا أنصح علشان ما يوصلون لأبواب المحاكم وأرويقات المحاكم أنا أنصح الزوجة اللي تقدم على طلب الطلاق بمراجعة نفسها مرة ومرتين وثلاث قبل ما تتخذ القرار بطلب الطلاق لأنه هذا ستكون له نتائج سلبية نتائج سلبية بالعموم تفكك الأسرة اللي يأثر بالعموم على تفكك المجتمع أيضا سيكون له نتائج سلبية على الأولاد إن كان هناك أولاد فأنا أنصح الزوجة بالتأني باتخاذ القرار قبل الإقدام على أي خطوة نعم كان ويان نظيف في برنامج سبعة لسبعة قال بأن المرأة المقبلة على الطلاق واللي مصرة إنها تتطلق تعيش ستة شهور مع أولادها وتسوي تجاهل تام لزوجها أكيد بتشتاق لخلال ستة شهور هذه وبترد له وبترد علاقتهم ويجميلة صحيح صحيح شو رأيك بهذا الموضوع؟ صحيح كلامه صحيح فالزوجة من الممكن أنه تختبر مشاعرها خلال ستة شهور خاصة إذا كانت الأسباب أسباب الخلافات هي أسباب طفيفة يمكن تجاوزها فالزوجة أكيد رح تحس بالاشتياق لزوجها فهي شيء من الممكن أنه يرجع ترمم العلاقة من جديد نعم أكيد أستاذ عمر العرسان مستشار قانوني في مكتب عبد الله السويدي نعم نورتنا اليوم في برنامج سبعة على سبعة وكل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم في برنامج شكرا مشاهدين الحين بنروح لبريك سريع وردي لكم لبرنامج سبعة على سبعة خلكم إياهنا